اشتركوا في القناة التي طالت المغرب بسبب ما يسمى الاحتلال الاسرائيلي انضموا الينا في هذا النقاش العميق والشامل وشاركوا اراءكم في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليوصلكم كل جديد من اخبار وتحليلات لنبدأ قام وفد صحفي مغربي يوم الاثنين الماضي باجراء زيارة رسمية الى الكيان الصهيوني وهي زيارة تمتد على مدار عدة ايام وقد تم تنظيم هذه الزيارة من قبل مكتب الاتصال التابع للاحتلال الموجود في العاصمة المغربية الرباط تهدف الزيارة الى تعزيز العلاقات الاعلامية وتبادل الخبرات بين الصحفيين المغاربة ونظرائهم في الكيان الصهيوني في خطوة تعتبر مثيرة للجدل نظرا للتوترات التاريخية والسياسية بين الجانبين ستتضمن الزيارة عددا من الانشطة والفعاليات بما في ذلك لقاءات مع مسؤولين وصحفيين محليين وزيارة لمؤسسات اعلامية مختلفة مما يتيح للوفد فرصة فريدة لفهم واقع الحياة اليومية في الكيان الصهيوني وحسب ما كشفت عنه وسائل الاعلام المغربية فان الوفد المخزاني قد سافر على متن طائرة تابعة لشركة العلق الصهيونية في رحلة مباشرة انطلقت من مطار شارالدي جول في العاصمة الفرنسية باريس متوجهة الى مطار بن جوريون الدولي في تل ابيب هذه الخطوة تعكس طبيعة العلاقة المتزايدة بين المغرب والكيان الصهيوني حيث اصبحت الرحلات الجوية المباشرة تعتبر وسيلة لتعزيز الروابط بين البلدين في مختلف المجالات وقد اثارت هذه الرحلة ردود فعل متباينة في الاوساط المغربية حيث يعتبر البعض انها تمثل تطورا ايجابيا في العلاقات الثنائية بينما يرى اخرون انها تثير قضايا سياسية حساسة تحتاج الى نقاش اوسع وتتضمن هذه الزيارة اجراء جولات تفقدية صحفية متعددة من بينها زيارة معبر كرم ابو سالم الذي يعد من النقاط الحيوية في الحدود بين الكيان الصهيوني وقطاع غزة كما تشمل الزيارة ايضا موقع رعيم الذي شهد اقامة حفل موسيقي في السابع من اكتوبر الفان وثلاثة وعشرون يذكر ان هذا اليوم هو اليوم الذي اطلقت فيه المقاومة الفلسطينية وبالاخص حركة حمس هجوما عسكريا منظما على القواعد العسكرية الصهيونية في منطقة غلاف غزة وذلك في اطار عملية عرفت باسم طوفان الاقصى هذه الانشطة تتيح للوفد فرصة التعرف على الاوضاع الامنية والاقتصادية في المنطقة وكذلك على التفاعلات الاجتماعية والثقافية في ظل الاحداث المتسارعة التي تشهدها ولفت المصدر الى ان الوفد المغربي لاق استقبالا حارا في مطار بن جوريون حيث كان في استقبالهم عدد من المسؤولين والجهات المعنية بعد ذلك توجه الوفد نحو القدس المحتلة حيث اقيمت فعاليات عدة لاستقبالهم في هذا السياق قام المدير العام لوزارة التعاون الاقليمي الصهيونية جلعة شادمون بتنظيم حفل عشاء خاص تكريما للوفد مما يعكس الاهمية التي يعطى لهذه الزيارة في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين يعتبر هذا الحفل فرصة للتواصل المباشر وتبادل الافكار والرؤى حول مختلف القضايا المشتركة مما قد يسهم في تحسين الفهم المتبادل وتعزيز التعاون في المستقبل واعرب الكثير من الفلسطينيين والعرب عن سخطهم واستنكارهم لمستوى التطبيع الذي وصل اليه المغرب مع الكيان الصهيوني في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها الاراضي الفلسطينية ويأتي هذا الاستياء في وقت تنفذ فيه القوات الصهيونية عمليات عسكرية وصفت بالابادة الجماعية بحق المواطنين في كل من غزة والضفة الغربية مما يزيد من حالة الغضب والاحتجاج بين الاوساط الشعبية يعتبر هذا التطبيع بالنسبة للكثيرين خيانة للقضية الفلسطينية وتضحيات الشعب الفلسطيني حيث يتوقعون من الدول العربية بما في ذلك المغرب الوقوف بجانب حقوق الفلسطينيين ودعم نضالهم من اجل الحرية والاستقلال بدلا من تعزيز العلاقات مع الكيان الذي يواصل انتهاكات حقوق الانسان يسعى المغرب منذ بضع سنوات الى كسب ود اللوب الصهيوني في الولايات المتحدة الامريكية واوروبا في محاولة للحصول على دعم دولي يعزز من موقفه في قضية احتلاله لجمهورية الصحراء الغربية تتجلى هذه المساعي في تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الكيان الصهيوني حيث يأمل المغرب في ان تؤدي هذه العلاقات الى تحسين موقفه في الساحة الدولية وتوسيع دائرة الاعتراف الشرعي بمطالبه الاقليمية ترتبط هذه الاستراتيجية بجهود المغرب المتواصلة لتعزيز نفوذه في المنطقة وكسب دعم القوى الكبرى حيث يعتبر الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية احد الاهداف الرئيسية التي يسعى اليها يرى المسؤولون المغاربة ان اقامة علاقات متينة مع اللوب الصهيوني يمكن ان يكون له تأثير ايجابي على موقفهم في المحافل الدولية خاصة في ظل التوترات السياسية القائمة في المنطقة ان كسب ود اللوب الصهيوني يعكس رؤية المغرب الاستراتيجية لتوسيع شراكاتها وتعاونها مع قوى دولية متعددة بما في ذلك الاوساط الاقتصادية والسياسية المؤثرة ومن خلال تعزيز هذه العلاقات يأمل المغرب في التأثير على مواقف الدول الغربية تجاه قضيته خاصة في ظل الدعم الذي يلقاه الكيان الصهيوني من عدد من الدول الغربية ومع ذلك فان هذه المساعية لم تخلو من الانتقادات حيث يعتبر العديد من المراقبين ان التقارب مع الكيان الصهيوني يأتي على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني مما يثير تساؤلات حول مدى استعداد المغرب للتعامل مع القضايا الحساسة في المنطقة في ظل هذه الديناميكيات يواصل المغرب محاولاته لتعزيز مكانته على الساحة الدولية آملا في ان تؤدي علاقاته معلوب الصهيوني الى تحقيق مكاسب استراتيجية تعزز من موقفه في قضية الصحراء الغربية فالختام يتضح ان العلاقات المتزايدة بين المغرب والكيان الصهيوني تثير الكثير من النقاشات والجدل في الاوساط السياسية والاعلامية بينما يسعى المغرب الى تعزيز مكانته الدولية وكسب الدعم في قضيته المتعلقة بالصحراء الغربية فان هذا التطبيع يأتي في سياق اوسع يتضمن توترات المستمرة في الاراضي الفلسطينية وانتهاكات حقوق الانسان تظهر هذه الاحداث كيف ان السياسة الدولية تتشابك مع قضايا محورية تعكس تحديات التي تواجهها الشعوب وتطرح تساؤلات حول الالتزام بحقوق الانسان والعدالة كما يظهر هذا الوضع اهمية التوازن بين المصالح الوطنية والدعم لقضايا حقوق الانسان نتطلع الى سماع ارائكم حول هذا الموضوع فهل تعتقدون ان المغرب يمكنه تحقيق اهدافه من خلال هذا التقارب ام ان ذلك سيؤثر سلبا على موقفه في العالم العربي لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشعارات لتبقى على طلاع بكل جديد شكرا لمتابعتكم ونراكم في الفيديو القادم اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة